بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سبحانه لا تراه العيون سبحانه لا تخالطه الظنون سبحانه لا يصفه الواصفون سبحانه يعلم مثاقيل الجبال ويعلم مكايل البحار ويعلم عدد قطر الأمطار ويعلم عدد ورق الأشجار ويعلم عدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار سبحانه أرفع ليه أكف الضراعة وأناجيه في يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس وأقول له يا رب العالمين رضاك خير من الدنيا وما فيها فارضى عنا جميعا يا رب يا رب رضاك خير من الدنيا وما فيها يمالك النفس قاصيها ودانيها فليس للنفس أمال تؤملها سوى رضاك عنا يا رب سوى رضاك عنا يا رب فذا أخصى أمانيها اللهم إني أسألك من فضلك أن تيسر لنا كل أمر عسير وأن تفتح لنا فتوحى العارفين اللهم إن مصر وشعبها في حماك فاحمح ماك يا رب العالمين اللهم إننا جميعا تحت لواك فانشر علينا لواءك يا رب العالمين اللهم لا تلين أبدا في وجه مؤمن ذلة إنك على ما تشاء قدير يا رب العالمين وصلاة وسلاما يلقان بمقام الحبيب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم فوجد قوما يتنازعون في القضاء والقدر هذا ينزع بآية وذاك ينزع بآية فغضب النبي عليه الصلاة والسلام حتى شهد ذلك في وجهه وقال يا قوم بهذا خلت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم القرآن بعضه ببعض وإن القرآن لم ينزل لكي يضرب بعضه بعضا ولكنه نزل فصدق بعضه بعضا ما عرفتم منه فأعملوا به وما تشابه عليكم فقولوا أمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أود الألباب اللهم صلي على الحبيب سيدنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام ونحن والله أيها لحب المشاهدون في كل مكان نعطر بيوتنا الآن عندما نصلي فيها على سيدنا رسول الله اللهم صلي على الحبيب سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأهلا بكم أيها لحب المشاهدون أينما كنتم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حجاوز بنتكلم النهاردة في موضوع مهم جدا قبل كده اتكلمنا وقلنا أن فيه طبعا يعني رجالة كتير جدا مخنوقين من زوجاتهم بلست نكادية ست عصبية ست بتعمل مشاكل وما إلى ذلك النهاردة عنوان حلقتنا بكره جوزي إيه لي خلي الست تكره زوجها إيه لي خلي الكره يحل محل الحب جوه البيوت الراجل بتجاوز الست طبعا في الخطوبة هو يتكلم وهي تسمع في شهر العسل هي تتكلم وهو يسمع بعد شهر العسل لأسف الشديد يتكلم الإفنان ويسمع الجران وبتبقى المشاكل الكتير جدا إيه لي خلي الست تكره جوزها في الحقيقة أنا قبل قبل ما النهاردة أطلع على الهوى من شوية المعدة معيدة البرنامج شايماء بسأل أبو الله يا شايماء إيه لي خلي الست تكره الراجل فقالت لي عبارة غريبة جدا قالت لي يا دكتور الست تكره الراجل لما يبقى واطي طبعا طبعا لو سمحت يفصريلي يعني إيه يعني إيه الراجل يبقى واطي يعني قالت لي لما يخنها قالت لي يعني الخيانة قالت لما يعرف على واحدة تانية لما طبعا يبقى معه فلوس وما يصرفش عليها لكن لو ما معهوش ما فيش مشكلة في هذه الحالة ممكن هي تستحمله لما يكون بيعملها المعاملة الوحشة اللي تغضب ربنا سبحانه وتعالى وقيت لي حياتك عارف حديثنا النبي عليه الصلاة والسلام ما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم لما طبعا بيكون بيفضل أهله على أولاده وعلى امراته فتبقى الست تبقى زعلانة منه ومتضيقة جدا النهاردة موضوع موضوع مهم جدا إيه اللي بيخلي الست الزوجة تكره الراجل ويساعد تقول خلاص مش طيق أعيش معه حقي برقابتي قبل طبعا ما نناقش هذا الموضوع وإحنا منتظرين آراء حضراتكم في هذه المسألة كل ست مخنوقة من جوزها متضايقة من جوزها كل زوج متضايقة من مراته ويكلمنا ويقول لنا إن شاء الله نحاول نحل المشكلة دي وعايزين بيوتنا مليانة سعادة وبهجة ومحبة لكن قبل ما أبدأ منقشة هذا الموضوع خلونا الأول نشوف رأي الناس في المسألة دي وراجعين مكملين مع حضراتكم برنامجكم حجاوز إمتى الست تكره جوزها لو كذب عليها لما هي تكون عايزة يكرهها ما عندها ستكاف زوجها لما معاملته تتغير لها أول حاجة إن هي تكون تشكاكة ما يكذب عليها اللي هو ما بيعضلها الشلباتها لما يهملها الراجل لو كان بخيل دي من أطبع يعني من أول الحاجات اللي بتخلي الست تكره جوزها البعيد عن ربنا مش مهتم بمراته و بعياله مهتم بنفسه بس طب إيه علامات كره الزوجها؟ كتير إهمال في واجباتها المنزلية وواجباتها الشرقية ممكن ست لقام ستانية جوزها يرجع ست لقام مش عايزها يرجع أصلاً ما بتستجيبش لأي حاجة هو عايزها بتعامله معاملة مش كويسة عادة ما تعمل بزوجها بأولادها لما يلقيها ضربة بوز ما هو بيعين قوي ما بيع حلامات لو مربتش أولادي كويس يعني لو قعدت تزلني في أي حاجة يعني ما تهتمش بي ما تهتمش بي لبسه حاجات كتيره برده هتتشرف إزاي لو عرفت إن مراتك مش بتحبك أو بتكرهك الصبر والدعاء هتلقها أرجع لنفسك لو قعد مع نفسي شوية قبل ما قعد معها لغم أصلحها وأشوف أخطائي إيه وأصلحها واللاتي تخافونا نشوزهن فاعظوهن وعظ بحاول أغناحها هو أشوفها سبب الزعل شنوه؟ أخدها كده إيه جميل زعلان ليه بتاعك كده رجعنا لحضراتكم مرة تانية وبرنامجكم حتجوز أكيد حضراتكم طبعا شوفت لاقي بعض السادة المشاهدين في طبعا الزوجة لما تصرخ بأعلى صوتها وتقول خلاص بكره جوزي مش طايقة أعيش معاه الراجل ده خلاص تعبني جدا خلاص معدش عندي أمل في إصلاحه وستة على طول غضبانة وريح قاعدة عند أهلاء ومشاكل بقى ويتدخل الشيطان وإذا تدخل الشيطان زي ما حضراتكم عارفين طبعا نزعت البركة من كل شيء أعتقد طبعا طبعا بعض الناس اللي كانوا بكلموا من شوية قالوا أن السادة دايما بتكره أو الرجل الأناني اللي هو مش بيحب إلا نفسه وبدور على مصلحته الشخصية بس وعايز طلباته ولا يهتم بشؤون الأسرة وإن السادة طبعا بتكره جزها لما يكون عنده إمكانيات وعنده فلوس ويستخسر في امراته وينفق على ملازاته وشهواته وده طبعا بيغضب ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق في السوا وقدر فيها ده على كل شيء قدير طبعا برضو بعض الرجال قالوا طلبات السادة لما تبقى كتيري قوي طبعا بتنكد على جزها لما تطلب منه طلبات كتيرة وما يكونش عنده إمكانيات ده شيء يعني يا جماعة بزايا البزايا الجدنة أنا بنتظر طبعا اتصالاتكم وأراءكم في هذا الموضوع يريد كل زوجة كانها جزها تكلمنا في هذا الموضوع ومعنا اتصال تليفوني معنا الأستاذة الدكتورة رحاب العوضي أستاذ مساعد علم النفس السلوكي يا دكتورة رحاب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك؟ أهلا بيك يا دكتورة رحاب إزاي حضرتك؟ الحمد لله خير دكتورة رحاب إيه لخلي السلوك تكره جزها؟ وفي الأصل الكراهية يا سلوك إنساني يعني فالإنسان اللي بيقره بيقره بأسباب أولا في زوجات بيتجاوزوا وزوج أزواقهم غصب عنهم أهليهم بتكبرهم أن هي بتتجاوز الإنسان ده وتتخلى عن إنسان هي بتحبه يعني البنت بتتجاوز أصلا في البداية غصب عنها تمام؟ آه ده سبب رئيسي أصلا يعني فمهما حتى لو الزوج ده كان إنسان كويس هي شايفاها بمنطق إن هي مش متقبلة فأي سلوك هي سلوكه بالنسبة له هو وحش ثاني حاجة الزواج يعني غير إن هي بتحب حد تاني أغيره أهلها أكبروه على زوج ده إن بنت بتبقى مش عايزة الزوج ده أصلا بس بتحاول تلحق بقطار الزواج قبل ما يفصل بتكون مرتبطة بواحد تاني يعني مرتبطة بواحد تاني وبتحب بواحد تاني أو مش ميالة للزوج ده وأهلها جاوزوا له غصبا عنه ده ده موجود الشيء الآخر إن هي مش بتحب حد ومش مرتبطة بحد بس بس الزوج ده مش هو فرس أحلامها أو مش هو اللي فاهمها وفاهمها بس برضو أهلها قلها الحقيقة تجوزي لايفوتك قطر الجواز وتبقي معانس والكلام اللي هو للأسف المرضوطة الاجتماعية السيئة دي ثالث حاجة بقى اللي هو تصفات الزوج نفسه وغياب التفاهم بين الزوجين فبتؤدي للقراهية والقراهية هي أسوأ سلوك إنساني في الوجود لأن هي أصل الغضب وأصل العنف وأصل الجراهية كنت أصل حياتك بعد إذنك يا قلتلي غياب التفاهم بين الزوجين إزاي يتفهمهم يعني حطينا كده رشدة ساعدة زوجية إزاي الأزواج والزوجات يتفهموا عبعد يتفهموا إزاي يتكلموا إمتى يتنخشوا إزاي طريقة الحوار إزاي يعملوا إيه أنا شايفة أن التفاهم في أي علاقة إنسانية صداقة وزواج الخطوط الأساسية عندما ضعها الإنسان بيرتاح وأنه قدامه كمان بيرتاح بمعنى إيه أثناء فترة الخطوبة بدل ما نفضل نمثل على بعض لا نقول لبعض ميزاتنا وعيوبنا نقول لبعض الحاجة اللي بنحبها واللي بنكرهها مش ما ما أقولش إن إحنا نظهر نفسنا إن إحنا ملايكة ولا نظهر نفسنا إن إحنا شياطين ولكن نكون واضحين كل إنسان فيه عيوب وفيه ميزات كل إنسان فيه حاجات تميزه وفيه إنسان حاجات ما تميزهوش فأول حاجة المصرحة بالميزات والعيوب تاني حاجة الاتفاق على لقات معينة فيه إنسان بيقول أنا بحب أخرج كلهم خميسة عند صحابي مع صحابي فأنت الخميس ده تروحي لولدتك لا إحنا نحب يوم الجمعة ده نتفتنا مش لازم تروحي عند والدتي ولا لازم أروح عند والدتك يعني إن إحنا بنضع الأساسيات الأساس بيوفر علينا الاختلاف ووفر علينا إن إحنا نتخانم ووفر علينا إن إحنا مش فاهمين لبعض طيب ولو فيه بعض طبعا كل واحد فينا بتربى في بيئة مختلفة الزوجة في بيئة والزوج في بيئة بتبقى ساعات الزوجة جاي من بيئة الأم هي نحو سيطرة وهي صاحبة الكلمة العليا تدخل الأهل يعني تدخل اللحمة بتبقى عايزة بتبقى الزوجة عايزة بتعمل نفس التصرف أو البنت جاي من بيئة كارها للرجال أو الزوج جاي من بيئة الأم آخر اهتمامات الرجل فإحنا بنقول اقفل على صفحتك القديمة اتعلم اعرف وده دور البرامج التوعوية اللي حدث بتقدمها دور إن إحنا ندخل مثلا قلم نفس السلوكي في مجالات التعليم كلها الجميع والفني والسنة والإعداد عشان الشباب بيبقى عارف إزاي تعمل معه الآخر سيادة دكتورك بتعسل حياتك بقى تنصحي كل زوجة بتقولك أنا بكره جوزي أو مخنوقة من جوزها أو من دايقة من جوزها تنصحيها بإيه الكراهية ده سلوك أصلا سيء وسلوك غير سوي طيب نعالجه إزاي نعالجه إزاي عشان الشباب بتنصح يعني هي بتكره ناتج عن تصرفات أو ناتج ناتج جوزت غصب عنها فأنا هقول لها ارضي بي أو تقبلي طيب موضوع المفترض من غلاء إن الجواز ده خلاص دخلنا في موضوع بقى ديني وموضوع مساقاليز وموضوع إن الزواج ده خلاص بقى ولكن الزواج بقى لو تصرفاته سيئة هو اللي أدى للزواجة تكرهه فأنصح الزواجة إن هي تصبر ولا أنصح الزواج إن هو يغير من نفسه فأنصح الزواجة إن هي تقول لو سمحت أنا تعب جميل أول دكتورة بعد أنصحتك بس جملة جميلة حتى قلتيها تنصحي الزواجة تعمل كذا الزواج يغير في نفسه برضو حسأل لك سؤال إزاي يغير في نفسه يغير في نفسه إزاي يعني يعمل إيه يغير له البدلة يغير له الكرفطة يغير طريق كلامه إزاي يعني الزواجة اللي تهتم بالمظاهر وإن هي تكون ساب خلافات فديلية على عرض الواقع بتكون إنسانة تفحة أنا بتكلم على إنسان يكون عصبي إنسان يكون بخيل إنسان يكون بيلقي المسئولية كاملة على الزواجة إنسان بيدخل أهله في الصغيرة والكبيرة هنا بتبدأ الزواجة تتكلم معها بتنصحه بتدخل خال أو عم بتدخل شيخ فاضل زي حضرتك بينصح الزواج بيتشوف برنامج زي ده بتقوله بص الشيخ بيقول إيه بيقول الزوج لازم يكون رحيمه ويكون هادي مع زوجته ويتعامل معها لنها بنته هنا ده الحاجات اللي بتخلي الناس عندها ثقافة الناس مش لازم تقرأ عشرين سنة في علم النفس ولا تدرس عشرين سنة علم النفس ولا تدرس زي حضرتك أربعين سنة ولا أكثر في الدين عشان تقدر تعامل أزواجها إحنا بنده الناس خلاصة في علمنا عشان يقدروا يعيشوا ويتعاملوا مع بعض في نقطة كمان يا فضيلة الشيخ اللي هو حطة إن الناس بتحوش لبعض الزوجة بتحوش وتكتم هو بيحوش ويكتم ويجوا ينفجروا بتخزله بتخزله هو بيخزله طب ما إحنا مش فحارب إحنا مش أعداء طب ليه ما إحنا الناس تكون متفاهمة تقف عند أول غلطة تقول له سمحت الغلطة دي ده أثنين تاني هو برضي يقول لها بحيث نقدر نتفهم محد شايفها محد بدون ما يتكلم منازل من الناس تشرح نفسها للآخرين عشان تقدر الناس يفهمها وتتعامل معا كمان بشكورت جدا سيادة الدكتورة دكتورة رحاب العوضي أستاذ مساعد علم النفس السلوكي بشكور حياتك جدا علمتينا وقفتتينا في موضوع مهم جدا وأعتقد يعني أهم حاجة اللي تهنى دكتورة رحاب النهاردة يا جماعة إن الست لما تخزن لجوزها زي الجمل كده والراجل لما يخزن لمراته لا ياريتني فضفض ما نعوش نخزن لبعض ونشيل لبعض وقلوبنا تتميلي غل كده وبغضاء وكراهية ده حيؤدي إلى مشاكل كثيرة جدا ومتاعب كثيرة جدا حاطيك فضفض الجوزي كنا زعلة منك عشان كذا ويقولك بس إمتى اختار الطريقة واختار الوقت وإنت كمان حضرتك اختار الطريقة واختار الوقت يعني خليني أحكي لحضرتكم أب كده جاب ابنه ليلة الدخلة ابنه كان خلاص حيتجوز يعني فجاب وقال له تعالى أنا عايزك الأب كان حكيم أو مجرب حبي يعلم ابنه إزاي عمل مراته عشان ما تكرهوش عملي قال له يا ابني هات ورقة وألم وأسيكة ورقة وألم وأسيكة جاب ورقة وألم وأسيكة قال له اكتب قال له اكتب يا بابا قال له اكتب أي حاجة كتب قال له امسح قال له حاضر مسح بعد شوية تاني قال له اكتب كتب قال له امسح قال له حاضر ثالت مرة قال له اكتب قال له اكتب إيه بس قال له حولك بعدين بس اكتب وبعدين امسح فكتب ومسح قال له ايه يعني قصدك يا والد قال له يا ابني عايز تنجح في تعاملك مع امراتك عايزة تنجحي حضرتك في تعاملك مع زوجك يا ابني لازم تستخدم تستخدم خلي بقى هاتك المساحة لازم تستخدم المساحة انك ممحاه انك انت ايه الاستيكة تمسح لامراتك يعني مش كل حاجة بتعمل لامراتك غلط تسجلها لها الصفحة هتسود هتتملي هتطلقها هيحصل خلاب بينكم هتحصل مصير بينكم لكن اول بول امسح لها كل ما تقولك حاجة مش مدايقك لازم تعديها لان هو ده اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى والناس يعني بتتعايش على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وسيدنا النبي صلى الله عليه وعلى لي وصحبه اجمعين هو يا جماعة المسهد الاعلى هو القدوة لنا في تعمل صلى الله عليه وسلم مع زوجاته خدوا بالحضراتكم السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها لما زعلت مرة من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قالت له جملة عجيبة جدا قالت له انت الذي تزعم انك نبي الله انت الذي تزعم انك نبي الله زعل سيدنا اباكر وراح اضرابها الرسول منعه وقال له دعها يا ابا بكر انها امرأة غيرة لست غيرانة وان المرأة الغيرة لا تبصروا اسفل الجبل من اعلى يا جماعة ارجو حضراتكم ما تنسوش تكلمونا على وسائل الاتصال اللي قدام حضراتكم على الشاشة دلوقتي كل زوجة عندها مشكلة مع زوجها بعض الزوجات اللي بيقولوا دلوقتي ان انا عفوا ان انا بكره جوزي مش طيقة العيشة معاه اعمل ايه واتصرف ازاي بقول لكل زوجة من فضل حضرتك لو حتى جوزك بيعملك المعاملة الوحشة التي لها ترضي الله سبحانه وتعالى لابد ان تصبري وان تحتسبي او لو عندك امل لاصلاح جوزك يعني باي نسبة ربع في المية تمن في المية خمس في المية لازم تجري وراها لان طبعا خراب البيوت شيء يعني صعب جدا 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 لكن طبعا عمار البيوت ده شيء محتاج الى حنكة ومحتاج الى فهم عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا جميعا في الدنيا وفي الآخرة وسبحانه وتعالى على كل شيء قدير اللي عايز اقوله حضرتكم ايه الاسباب اللي بيخلي الست تكره جزها الست بتكره جزها اول حاجة اول سبب من اسباب الكرح الشيطان الرجيم هو فيش طان اه فيش طان طبعا بيعمل ايه الشطان ده فيش طان مخصص للصلاة وفيش طان مخصص للطلاق يوحش الست في عين جزها ويوحش الراجل في عين مراته يخلي دايما كده الحلال ماسخ فيش طان مخصص للوضوء فيش طان يعني انواق درجات الشيطان برضو عندهم تخصص والشيطان ده يا جماعة هو عدونا الى ربنا سبحانه وتعالى حذرنا منه وقالنا في القرآن العظيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال في آية أخرى إن الشيطان للإنسان عدو مبين وقال في آية ثالثة إنه عدو مضل مبين خدوا بالكم فاللي يسمع كلام عدوه حد بيسمع كلام عدوه يساهل ايه ده يا جماعة اللي بيسمع كلام عدوه يساهل اللي يقراله لأن الشيطان ده هو عدونا إزاي إحنا بقى نتغلب على هذا الشيطان وإزاي الشيطان بيحاول إنه هو طبعا يمسك الست في ودنها كده وقعد يوسفوس لها وقول لها اطلوب الطلاق اعملي مشكلة لجوزك اكرهيه وما إلى ذلك ده موضوع مهم جدا هنجاوب عليه إن شاء الله ولكن بعد فاصل قصير بإذن الله رجعنا لي حضراتكم مرة تانية وبرحب يا جماعة بكل سيليتكم وصفصاراتكم على وسائل اتصال اللي حتتضى على الشاشة قدام حضراتكم بعد قليل ولسه النهاردة بنتكلم فيه موضوع مهم جدا الزوجة لما تصرخ بأعلى صوتها وتقول بكرة جوزي أعمل إيه واتصرف إزاي معنا اتصال تليفوني معنا مين يا شايماء معنا مين أميمة أستاذة أميمة سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته أزاي حضرتك أهلا يا أستاذ أميمة أزايك الحمد لله وشكرا لله إن شاء الله تكون بخير وأبو الصحة تفضلي اسمعيك كنت عايزة أقول لحضرتك إن من أسباب الكره هو عدم الاجتماع على أخلاق واحدة وهي أخلاق يعني إيه بمعنى أخلاق واحدة يعني إيه يعني إحنا دايما بنتخلق بخلق الرسول على السلام طبعا نعم الرسول ما سابش حاجة غير لما قال عليها نعم الصحة إيه والغلط إيه تمام لو الزوج والزوجة بيحاولوا يمشوا وينتهجوا نفس النهج ده هيبقى مفيش كره خالص لك صبعا هقلف بينهم تمام صحيح لكن لو كل واحد لو الكنين يا أستاذ أميمة ألبهم على قلب بعض الدنيا هتمشي كويس أول لأن ربنا قالنا في الحديث القدسي أنا ثاليس الشريكين ما لم ياخن أحدهم الآخر صحيح يا فندا صحيح تمام لكن اللي بيحصل أي خلاف بين الزوج والزوجة ما بيتصرحش بي ما بيتقالش يعني مثلا ممكن الزوج يكره من زوجته حاجة أو الزوجة تكره من زوجها حاجة فلازم تقول أنا كرهتي فيه كذا يعني أنا عايز كل زوجة أستاذ أميمة تقولي جزء مش هي كرهته كشخص لكن كرهت تصرفه كرهت عميله كرهت أفعاله وتحاول تعديلها مش كده أوليه؟ بالضبط بتقول مرة واثنين وثلاثة إن السلوك ده مش صحة ما يرضيش ربنا ما يرضيش إن احنا نبقى مسلمين ويتعمل كده أو على أي ديانا تاني أيا كانت هتبقى برضو بتحض الناس على على قضاء بس أنت مش شايفة يا صدر أميمة إن بعض الستات كده على طول بتعصبوا بسرعة وأول ما جوزة يغلط أي غلطة صغيرة كده بتقلب الدنيا وتقولوا خلاص أنا مش عايز أعيش معاك يوم مش فاتل تجوزتك فيه كان كذا كان كذا حظ وحش بغتمني وكده مش ده غلط فيه ستات عصبية يعني عصبيتها بتغلب بتغلب في كل حاجة وفيه ستة بتبقى على الغلط وهي مصرعة الغلط وعايزة الغلط ده هو اللي يمشي لكن كياسة الزوج هي اللي بتخليه يعدل مصرها يعني كياسة الزوج على إن ربنا فضلوا عليها بحاجات كثيرة بتخليها ترجع تاني للمرحلة الاستواء لكن أنا أبتكلم على العشرة دايما بتولد مشاكل طيب لو الست يا أستاذة وميما عاشت مع جوزة وكره التصرفه أو عميله أو حاجات يعني تعيش معه وتتحمل ولا تطلب الطلاق من وجهة نظرك فيه حاجات حضرتك ممكن للناس تتفق عليها يعني سلوك بسيط حترتضيل لكن فيه أسس ما بيحدش عنها الإسلام إنه هو لازم ينفق على بيته وينفق على نفسه وينفق على أولاده ده لو مش فاولي بقرار قولي ليه باختصار كده يا أستاذة وميما إمتى الست تكره جوزها أنا بقول لحضرتك فيه أساسيات الأساسيات دي لو هم متفقين عليها خلاص ما فيش أي مشاكل على أساس إنه هو بيقوم مثلا ما بيرتبش مش عارف إيه بيرمي جزمته فين بيرمي فوته فين الحاجات دي كلها حاجات بسيطة ممكن تتلم مش هي دي اللي تخلي الزوجة تشتكي من الزوجة لكن فيه أسس لو الناس لقيت إن الأسس دي فعلا مش متطبقة في البيت لازم يفرقوا بين الاتنين ويبقى هو ده أحسن أحسن الحلال عند ربنا سبحانه وتعالى إنه هو راجل ما هوش عارف إزاي يصرف على بيته مش عايز يصرف على بيته مش عايز يصرف على نفسه مش عايز يصرف على عياله بيثيب مراته مع إنها زوجة زوجة لي تظهر في المجتمع لوحدها مش عايز يمشي جنبها لا ما ينفعش على ما تجوزها يا ربنا قال يوم فقدوا ساعت من ساعته والرجال قوامونا على النساء بإيه بما فضل الله وبعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله نعم وبعدين هو حتى اللقمة اللي بيرفعها الفن ضبطه بياخد عليه حتنا تمام عندك سؤال ولا حاجة يا أستاذ وميما عند حياتك سؤال ولا حاجة ولا بتدلب رأيك في الموضوع أنا بقول رأيي بس في الموضوع يعني اللي أنا شفته حوالي واللي شفته من الناس طيب أنا بشكورك جدا شكرا جزيلا رأي حضرتك أكيد طبعا حضرتكم شفته الأستاذ وميما بتقول مهم جدا يا جماعة الصدق مهم جدا الصراحة بين زوجين عشان يقدروا يعيشوا حياة أمنا مطمئنة طرد ربنا سبحانه وتعالى أنا كنت بقول لها حضرتكم إيه الأسباب بقى اللي بتخلي الست تصرخ بقى على صوتها مش طيقة جوزي بكرهه مش عايزها وما إلى ذلك أسباب كتيرة جدا أنا قلت لحضرتكم بديت بالشيطان الشيطان دايما بيخلي الحلال ماسخ أخدوا بقى لحضرتكم الرجل يا جماعة يبقى متجوز جميلة الجميلات ست كويسة جدا ست في كل حاجة ما شاء الله ممتازة وهو في الآخر شايف في إرد في عينيه للأسف الشديد وساعات يبص للشغالة أو الوحدة في الشارع ليه ده من الشيطان الرجيم عشان كده مهم جدا كنت راجل شايف نقطة لازم يغض بصره عما أحرم الله سبحانه وتعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم هو ده الإرد ربنا سبحانه وتعالى معنا أستاذ سعد سلام عليكم عليكم السلامة الله وبركات أستاذ الدكتور محمد وهدان أهلاً وساعداً يا أستاذ سعد إزاي حضرتك كل سلامة أنت طيب الله يخليك مولانا الله يكلمك نورتنا وكترتنا فضل الله يخليك مولانا بالنسبة لدي سؤال من شكين يعني فضل الشك الأول يعني إذا كانت الحياة الزوجية في هدوء واستقرار الزوجية إيه؟ في هدوء واستقرار تمام وإن انتفت عنها السعادة فيه السعادة الزواج مرة تانية هل حقوا للزوجة أم ظلموا للزوجة؟ تمام يعني إذا انت مراتك بتعملها كويس؟ آه فيه دوء واستقرار وبتعملني كويس في استقرار طيب ماشي عندك إيه تاني وبعد عايز تجاوز عليها ليه بقى؟ قد لم أنت مستقر وبتعطيك حقوقك وما خلي لك البيت جنة وتتجاوز ثاني ليه؟ يمكن السؤالي الزكتور الثاني فصل السؤالي الأولان إذا كانت مقصرة في حق الفراش إذا كانت مقصرة؟ مقصرة في حق الفراش يعني بأن تقدم مثلا غاسل الصحون أو كنس بيت أو نوم ساعة حاكم من هذا أو أفضل من هذا ما يحد علمي أن الزوجة ربما تأخذ أجر الخدمة الزوجة غير هذا ولكنها لا تعرف لهذا حقا مع أنها فاة من الأخلاق الكريمة والأخلاق الحميدة وأنها متدينة حتى تشدد في التدين طيب إذا كانت متدينة متدينة ما أديش حق واجبها تجاه جوزها ليه؟ ما بتخدموش ليه؟ ما بتعملوش معامل طيبة ليه؟ انقارد لهذا الحق يا دكتور أو أنها يعني ليس عندها يعني عند مثلا على سبيل عناد؟ لا أبدا ما فيش عناد همال إيه؟ همال ليه بتوقيش حقه ليه؟ يعني يعني ظنب من أن هذا يعني ليس من حقه وأن هذا شيء تملكه يا وحدها أو أنها تؤديه في أي وقت كما تشاه فيها حق لها ليس حق للزوج طيب ماشي حاضر عندك سؤال تاني ستك؟ آه الله يخليك أضغطها في شعور الله يعني بشكر حضرتك جدا طبعا يعني بقولي كل زوجة شايفاني دلوقتي من فضلك طاعة الزوج من طاعة الله سبحانه وتعالى أطيع زوجك فيما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسول لما اتكلمنا جماعة في المسألة دي قالينا من هي خير النساء؟ يعني خير النساء مين؟ الجميلة؟ اللي بتعرف تطبخ؟ اللي ما شاء الله لسانها بتقعد تكالي ما تبطلش كلام؟ لا والله شو سنبي عليه خير النساء من إذا نظرت عليها صرتك دي أول حاجة وإذا أمرتها أطعتك أهو يعني إذا جوزها طلب حقه من حقوقه الشرعية تعطيهوله إذا إذا زوجها تقف جنبه مريض تقف جنبه تخدم بيتها وزوجها وأولادها هو ده اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى فدي المسألة لكن إذا الواحد ربنا كرم وجوز زوجها صلحة وبتعامله أحسن معاملة وأفضل معاملة حضرك عالفين طبعا في بعض الفقاء اليقرى لو أن تزوج عليه مدامي بتعاملك معاملة طيبة ترضي ربنا سبحانه وتعالى خلاص عيش معها بمورد الله سبحانه وتعالى وعزي أقول لكم حاجة تانية برضو منفكر فيها جميعا يعني هو ربنا سبحانه وتعالى عندما خلق آدم وخلق لآدم حواء من ضلعه الأيصر خلق له زوجها واحدة ليه ما خلق له إيش تنين ولا ثلاثة ما كانش فيه ما كانش فيه حتى خلق موجودين على الأرض عشان حتى يعمر الكون ليه خلق له زوجها واحدة عشان نتأكد أن الحياة الصحيحة بزوجها زوجها واحدة لكن إذا اضطر الرجل بقى لظروف لظرف ما أن يتزوج من أخرى لظروف معينة والضرورة بقدرها من حقه في هذه الحالة أنه يتزوج بما يرضي الله سبحانه وتعالى لكن يعني الزوجة واجبها أنها تطيع زوجها زي ما سيدنا نبي قال لنا خير النساء من إذا نضرت عليها سرطك وإذا أمرتها أطاعتك مش يقولك اعملي كذا تعمل عكسه ما تروحيش عن ضمامة تناخل جهاز من عنه ما ينفعش ده بيؤدي لتدخل الشيطان وإذا تدخل الشيطان يا جماعة نزعت البركة من كل شيء والحاجة التالتة بقى خير النساء من إذا نضرت عليها سرطك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غيبت عنها حفظتك في مالك وفي عرضها يعني المحافظة على الزوج مش في العرض فاقة لا في المال تحافظ على فلوسه وفي عرضها تحافظ عليه حشكت الشعب ولينا أصونه عرضي بمالي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض في المالي أحتالوا للمالي إن أودى فأجمعه وليس للعرضي إن أودى بمحتالي الموضوع طويل الكلام فيه طويل بس أسنع حضرتكم نخرج للفاصل وراجع مكمل مع حضرتكم برنامجكم حق جوز وصلنا يا جماعة إلى اللينك الأخير ودايما الأوقات الطيبة مع حضرتكم بتمر بسرعة جدا ومعنا معنا اتصالين معنا الأستاذ شعبان ومعنا أم ملك نبتدي بالأستاذ شعبان سلام عليكم يا أستاذ شعبان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إزاي يا دكتور إزاي حضرتك يا أستاذ شعبان أهلا بيك والبنمج بتاعك المشيخ دو طب الشؤال سعادتك الله يخليك نعرض الجماء المشاركين واللي هو على أساس إن الراجل يكون مطيع للسنت بتاعته والسنت يكون مطيع للراجل بتاعها ولو أنا جوشت بنتي وبعد ثلاث أيام الحمات اللي البنت تدخلت في شؤون ابنها بطريقة يعني بطريقة كبيرة غلط غلط ويرضب ربنا لذلك إن أول ما بيتصرفش تصرفات ألا بيها هي هايزا يمتع الكلام ده ومن ثلاث يوم بدأت عملية الضرب بالنسبة للبنت يعني ضرب بنتك يا حج شعبان بعد ثلاث أيام ثلاث أيام بالزبط يا دكتور ثلاث أيام ليه يعني ده أيام العسل الجميل أيام الحلوة بلدية الزواج والله 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 أنا أول الموظف وزارة الأوليات عشان تبقى عارف حضرتك من الأول فأنا براعي ربنا ورأيت ربنا في الولد ده ولكن هو مرعاش في البنت آآ لأن أمه أساسا تتخلت في الموضوع طب يعني ضربها كده من باب للطاق ولا بنتك برضو عملت حاجة داية الحملة فتحت شقيتها وهم موجودين جوه من غير السيزان وكواته كل واحد معه مفتاح من الشقة وكل الكلام ده تمام 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 مهم جدا حاضر النهاردة إحنا يعني حابينا نحل حل يعني بهدوء ما قدرناش نحل لأنه هم متعصبين طب يا حاجة شعبان بنتك فين دلوقتي عندك في البيت ولا رحكي جوزة لا في البيت عندي طيب وإنت عايز رجاحها طبعا إن شاء الله لا أنا مش عايز أرجاحها لأن البنت كرهت الجوزة لأنه كمان بعد طب هي قعدت مع جوزة قدي عاشت معها قدي بعد أسبوع ضربها بسكينة ووصلت لا 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 أسبوع ضربها بسكينة وده جواز جواز دولة معركة حربية ومعانا تارير في الكلام ده يا دكتور طب ليه كده يعني ليه كده ليه ما أنا بقول لحضرتك أمه اللي مسيطرة على البيت سيطرة كاملة حضر يا مش عايزة طبعا إنه والده موجود لكن اللي معلش مع احترامي دي إذا كان طب إنت ما سألتش عليه ليه عمي شعبان أنت ظلمت بنتك أنت ظلمت بنتك طب وفاتت الخطوة ده ما اكتشفتش أنه شارس كده وبيضرب بسكينة وقل اللي الكلام ده كان يعني كان لين للدرجة اللي هي وعن عناية وهعمل كل حاجة طب إنت ما سألتش عليه عمي شعبان سألت عليه قاله إن الناس يعني مش حدا يقول للجار بتاعه مش يقول إنه هو وحش لا أكيد كان حدا هيحكي لك يعني يسأل اتنين تلاتة اربعة يعني مش واحد بس والله ده اللي حصل يا دكتور محمد معلش على كل حال طيب سؤالك بقى عمي شعبان السؤالي أنا النهاردة هي رفعت قضية خلع لأنه مش طاية العيشة بطلاحة ربنا تمام هل لي بحرم علي طيب حاضر يا عمي شعبان حاضر شكرا جزيلا معنا من تاني يا شكرا شامع علو علو سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام معنا مين أم ملك الزاكة أم ملك الحمد لله أهلا وسلام فضالي أم ملك أنا كنت هتكلم في حاجة بس بعد ما سمعت المكالمة اللي قبلية يعني والله فعلا مأسا مأسا فعلا أن بعد أسبوع جواز أو كده يحصل الكلام ده لا وبعد أسبوع دي بضربه بالسكاكين اه لا يعني دي على طول مش هينفع يعني الحياة بالطريقة دي من الأول كده من الأول أسبوع الاستمرار فيها هو ده كمة الخطأ الواحد بيخطأ مرة إنما إنه يقرر يمشي في نفس الطريق يبه هو كده يستهل اللي يحسر له تمام تمام إنما أنا كنت عايزة أقول حاجة تانية حياتك دايما بتقولها إن يا فيه الست وحشة برضو ما فيش رجل وحش ما فيش رجل وحش بس الست ما عرفتش مفتاحه تمام الكلام ده بيجي إنتا كمان بيجي بعد الجواز بفترة لما يكون فيه أولاد خلاص أنا الجوز تعرفت إن جوزي فيه العيب دوت تمام أو عرفت مفتاحه مش هنقول عيب عرفت مفتاحه كل عيوب بس فيه مفتاح هعيش على أمل المفتاح ده في حالة لو فيه أولاد مفيش أولاد خلاص يسعى كل واحد بقى يروح يعني أنت بتقولي كل ست يعني وجهة نظر حضرتك بتقولي إن الست تتحمل مدامة قد أنجبت إنما بفيش أولاد خلاص بفيش أيه مش كلا بفيش حاجة بتربط إنما الطلاق ده بداية لما ده فيه أولاد ده بداية الخطأ الست بتعيش والرجل بيعيش والأولاد بيتبهدله بتظلم وطبعا الولد طبعا إذا استحالت العشرة بالأتنين يا حجة هيعملوا إيه يعني استحالت العشرة يا دكتور ما فيش حد بيفهم حد في سنة وفي سناتين وذاتة فيه واحدة بتقعد عشرين سنة بلا ما بتفهم كسها وبعد كده فيش حد كامل أنا هسيب ده تمام هاخد واحد تاني فيه عيوب تمام أنا كنت تطلع مليان عيوب حيب مليان عيوب حيب مليان عيوب أكتر من الأولان صحيح ده بخيل التاني هيبقى كداب طب ما أنا أحاول أصلح في اللي معايا أحاول أعالجه بدان فشلت اللي أنا أعالجه يبقى هفشل مع أي ركل تاني ده رأيي تمام إن الوحدة تحاول تعمله متحان بالنسبة لها تمام تحاول تمتح النفسها تقدر إنها تنجح معا ولا مش تنجح أمو ملك كنت عايز أسألك يا أمو ملك أمو ملك إمتى ستك له الراجل والله الرجالة عموما يا دكتور بصراحة يعني ما احترامت حضرتك وكل رجالة الراجل دايما عيوبه أكتر من الست إيه الراجل دايما بتبقى عيوبه عيوب كتير قوي أنا بالنسبة لي يعني أكبر عيفة الراجل وده اللي بيخل البيوت كتير جدا الخيانة خيانة الستة لما بتعرف إن جزءها بيخنها أو بيشوفها بيعرفها التانية فعلا من جواها خلاص مش بتكرها و بتتكسر من نفسها ده خيان إذا هو خنها فعلا وهي مقادياله حقوقه وبترضى ربنا فيه تمام طب نفترض مثلا إنها تعبانة يا دكتور خلاص إذا كانت تروح تخون لا يا خون الخيانة مرفوضة شكلا ومضمونا بالظبط حتى لو مرتك ما تتكشي حقها كالسرعي ما تخون مش من حقك تخون لعني أنت تلتزم بأوامر الله سبحانه تقول لها يا ستة الكل تشوف حد من إعليتها يفهمها تشوف حد من قريبها إذا صرت بقى وما تعدلتش خلاص من حقك تتزور هي الخيانة وجنبها الكد والثقة الكد الكد الرجل لما يكون كداب تمام يكون كداب ويكون خين خلاص الحياة ما ساعات الرجل بيجدب عشان يرد مراته بيجدب عليها هو بيجدب عشان بيكون يا دكتور هو بيجدب دايما عشان بيعمل غلط دايما أن الرجل بيجدب عشان لا يعني لو عملت بشوية أكل ونقصين ملح ولا نقص سوى ولا أكل بيتكالش ولا تسلم إيدك ته دا حيا جميلة لو كانوا وخلصنا وده كدب ورده بس ده كدب حلال بس ده كدب حلال بس أعايز اللي أنا عايز أضيفه لدينا كلام حيطك إن لما يكون في أولاد لما يكون في أولاد بين الزوج والزوجة بلاش طلاقة بلاش طلاقة لأن الواحدة بتبتعيش بعد كده طول حياتها تعيسة لو أخذت واحد ملاك لو هي ارتبطت بملاك هيفضل جوها مكسور إن شايفة ابنها قدامها بيتبهدل تمام شكرا جزيلا يا أم ملك بشكر حياتك جدا معنا مين يا شيماء تاني معنا أم محمد يا أم محمد سلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاك يا أم محمد أهلا وسهلا الله يسلم بص يا فضيل في الشيخ نعم يعني بص بنتي زي الرجل ده ما بيحكي الأم متدخلة في شؤون آآ ابنها من عم شعبان عم شعبان زعلان قوي إن طبعا حمى يعني حمىت بنته خربت بيتها نعم هي فعلا دي بتدخل في شؤون دي هاي اللي بتخرب البيت صحيح كل حاجة عايز يروح يقولها لأمه المهم رحموا إيه اتخنقوا مع بعض هما الاتنين جاء أخوها خدها وقالوا لما نفسكوا ترو أبقى إيه هابقى جبها لك وفعلا هو اللي جابها زي ما خدها بس قبل أخوها ما يجبها أنا الأم رحت بسأل عليهم ما الفين فلانة قال لي فلانة خدها فلان الله من غير أنا ما عرف قلت له دخلت علي الأم قلت له بقول لك إيه خلي بالك تأكلها عدسو تأكلها بصارة وتأكلها فل بقوطة صابونا بخمسين قرش ولا تجيب لها ولا قدامي إزاي بقى أنت بقى هتمشيها على طريقتك زي لا نفعش طبع لا طبع فحسيت إن هي إيه عايزة تمشيها على مزاجها هي مش على مزاجه هو تمام بس أنا مسكت بنتي قلت لها بص يا بنتي قلت لها هو بختك كده في بيقول لك إيه حاولت أغير البخت ما تغير وقليلي البخت يبط متحير حتى لو خدت رجل تاني هيبقى برضو نفس الطريقة نفس الطريقة اللي بيعملك بها ده هيعملك بها غيره هديك قاعدة على عيالك وهي قاعدة بقى مع عيالها ويوم حلو ويوم مر وهي مش تمام سؤالك بقيت ستقول سؤالك سؤالي إن أنا بقول لك يعني هي دخلة الأم هي اللي بتخرب الدنيا تمام يعني كان ممكن يعوش سعاداء وكانوا الاتنين زي ما يكونوا عشاء مش يعني هقول لك بس دخلة الأم عمل التعكير بيننا وبين بعضين ده صحيح بشكرك جدا يا فندم شكرا جزيلا لحضرتك طبعا عم شعبان في مشكلة كبيرة جدا بنته طبعا ربنا يكرمها جوزت من شاب وبعدة أسبوع ضربها بالمطور وطبعا برضو أمه بتتدخل في كل حاجة وحاجة غريبة جدا يعني سبحان الله مدي مفتاح لأمه ومفتاح لأخته ومفتاح لأخته التانية يخشه في أي وقت طبعا ده يا جماعة ما ينفعش ده يغضب ربنا سبحانه وتعالى يا ريت كل حما شايفان دلوقتي من فضلك يا ستة الكل ما تدخليش في حياة ابنك سيب ابنك يعيش حياته أم يجيش شكلك من مراته ممكن تقوله كلمتين تصبريه بيهم لكن مش تخريب البيت والدس مناخيرك وأنفك في كل حاجة جوه البيت مفتاحش يا جماعة بيوت كتيرة جدا بيوت كتيرة جدا بتتخرب بسبب تدخل القوتين الأعظم بقول تاني القوتين الأعظم حماته حمتها حماته طبعا مسكة بنتها شغالة عليها بالتليفون عملت إيه أعملي كذا وهو أمه طبعا شغالة عليه بالتليفون برضو عملت قوله إعمل وإعمل وإعمل وأكلها قوطة وأكلها مش عارف إيه وما تشتره لاش حاجة وما يجيب لاش حاجة يا جماعة سيبوا ولادكو يعيشوا حياتهم أرجوكو ما تتدخلوش في حياة ولادكو أدركو شايفين عم شعبان في مشكلة كبيرة جدا بسبب بنته يعني يعيني سبحان الله شوفوا ما قاعدت أسبوع ولا أسبوعين معجوزها وطبعا وضربت بالسكينة ورجعت وقاعدت دلوقتي ورفعت عليه قضية خلع من حقها أنها تخلعه بعد مدام استحالة العشرة يا جماعة يا كل اللي شايفيني من فضلكم الجواز زي ما ربنا قال كده ربنا قال حسم المسألة امساكم بمعروفين أو تسريحكم بإحسان يا تعيش معاها بما يوضي الله يا تولاد فضالي حقوقها هي استكل ومعال في سلامة لكن نقعد نحارب في بعض وبعدين يا أخي الأب برضو كل رسالة ده درس نتعلمه كل أب شايفني من فضلك دور دور وتحرع أما يجيلك حد البنتك دور وتحرع مش تعمل زي عم شعبان ما تسألش عليه أو تسع عليه أي حد كده أو لا هذه كانت النتيجة بعد أسبوع من الزواج ضربها بالمطوأ ولا ضربها بالسكينة يا جماعة ما ينفعش ده يغضب ربنا سبحانه وتعالى ده في الأيام الأولى للزواج ده الزوج وزوجته ببقوا حاجة كويسة جدا مع بعض يعني لسه ما بفيش مشكلة ما بفيش ولاد ما بفيش ضغوط الحياة ما بفيش أي حاجة فالمفروض الناس تتعايش بمورد الله سبحانه وتعالى ونكرم الستات نكرم المرأة يا جماعة الرسول قالينا كده ما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم ما ينفعش إن الزوج طبعا بعد في أيام الأولى للزواج يعني يسيق لزوجته بهذا الشكل ودي مفتاح لخته مفتاح لأمه مش حياة دي بقى دي مش حياة ولا عيشة طرد ربنا سبحانه وتعالى وبعدين عم مش عم نكمل أول يقول للزوج ده المفروض أنت هتعيش لوحدك ولا هتعيش معك أمك ولا هتعيش معك إخواتك يعني يبقى فيه اتفاقيات في هذه المسألة لكن على كل حال يا عم شعبان يعني أنا أنصحك وانت طبعا أدرى بظروفك يعني لو عندك أمل لإصلاح الولد ده ياريت تجري وراء هذا الأمل ما فيش أمل فقدت الأمل خلاص زي لكنت خلاص روحت المحكمة وطلبت بنتك طلبت خلع فانتهت المسألة عند هذا الحد برضو ما ينفعش الستة ودي جزها المحكمة إلا بعد أن تستنفذ كل حاجة يعني كل بقى محاولات الصلح وما إلى ذلك لكن من أول يوم كده أول مشكلة تحصل بين الرجل ومراته على طول أهلات عالية من أدفولك خب رفع عظيف المحكمة ودوا الاسم الرجل لما راح المحكمة ودخل الاسم خلاص حقيقة هيقرأ زوجته بقى زي احنا نتكلم على بقرأ زوج آه يعني إزاي هو بقى في هذه الحالة هيعيش معها تاني بعد كده معنا مين يا شيما يا أم أحمد سلامه حاضر قدامنا 3 دقائق أستاذ ميداني مخرجنا الكبير بقول لنا قدامنا 3 دقائق حاضر هنأخذ أم أحمد ونخلص على طول يا أم أحمد سلام عليكم حالو يا أم أحمد طيب انقطع الاتصال التليفوني حاول تتصل بينا يا جماعة الموضوع اللي بتكلم فيه نهاردة موضوع مهم جدا الستة لما تصرخ بقى على صوتها بتقول لك بكرة جوزي أنا سألت ناس كتير قوي الستة بتقول لك أنا بكرة الستة طبعا أولا قلتلكوا الشيطان الرجيم سبب في هذه المسألة فاحنا ناس عايز بلا من الشيطان الرجيم ونصلي نملة بيوتنا صلى في ناس كتير أعرف ناس ما بيصلوش ما بيركعوهاش ربنا حيكرمكم لا الزوجة بتصلي ولا الزوج بيصلي يبنى ربنا حيكرمنا ازاي ربنا حيبركلنا في ولادنا ازاي ربنا حيبركلنا في صحتنا ازاي ربنا بيرزقنا لأنه بيرزق كل عباده سبحانه وتعالى فقالوا ما من دبة في الأرض إلا على الله يرزقوها لكن مهم جدا أن احنا لازم يا جماعة نتعامل مع بعض على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى طبعا بإذن الله سبحانه وتعالى حنواصل حدثنا حول هذا الموضوع غدا ان شاء الله قبل ما اختم هذه الحالة بدعي لحضراتكم بالتوفيق والسداد والصحة والعافية اللهم انك عفو كريم ان تحب العفو فاعفو عنا اللهم على طعاتك يا عيننا ومن شاري خلقك سلمنا اللهم اهدنا جميعا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وابعدنا جميعا عن سيئة الأخلاق لا يبعدنا عن سيئها إلا أنت يا رب العالمين شكر الله لكم يا والحبة نلتقى على خير ان شاء الله في الحلقة القادمة الى اللقاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة